اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع الفارس علي حسين جيتوي في المركز الثالث مع الفارس احمد مكي والرابعا هناك هابي كراف مع كودينسون رودريغيس بينما المركز الخامس هناك نيفر بيفور مع ريان كورتولو من وسط الجهد هناك ايضا لدينا جيمي اسي مع الفارس جيمي كوين بدأ في الانطلاق والاندفاع ومن الجانب الاخر انطلاقتي وويلد هيرو مع الفارس ابراهيم نادر اذا هابي كراف هو الهي التي تتصدر سباق ومن جانب سياج انطلاقتي ايضا جيمي اسي ومن الجانب الاخر هناك انطلاقات نيفر بيفور مع ريان كورتولو اذا هابي كراف هي التي تتصدر سباق الان وتقترب من انتزاع الشوط السادس اذا هابي كراف هي بطلة الشوط السادس المركز الثاني دخول ما بين نيفر بيفور وويلد هيرو والمركز الرابع لدينا برغاتوري اذا هابي كراف بقيادة الفارس ادنسون رودريغيس الذي يحقق انتصاره الثاني في هذه الامسية بانتظار نتيجة المراكز الاربع الاولى والمعتمدة ايضا من قبل لجنة التحكيم وصورة النهاية